نبقى دائما برئاسة الوزراء حيث ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء بايمي باتاكي البيرا أعمال الاجتماع الدوري حول الوضع المالي في البلاد حيث حضر الاجتماع مسؤولي مختلف الوزراء وخلال الاجتماع فقد نوقشت تعدد قضايا في مقدمة محاربة التهرب الضريبي تقرير زميلة فاطمة ظهراب المعلي ما هي أثار التهرب الضريبي على الدولة وإنكاساته السلبية للاقتصاد الوطني وما هي السبل الكفيل للقضاء عليه هذا هو محور الاجتماع الدوري لمتابعة الوضع المالي في البلاد وكذل إرادات عامة للدولة هذا وقلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير المعنيين بهذا الأمر سيما العاملين بالقطاع المالي دعاهم بهل جميع الإشكاليات والصعوبات التي تقف أمام القتاع المالي كما عاطى رئيس الوزراء بايمي باتاكي البير تعليمات صارمة ببذل المزيد من الجهود والقضاء للتحريب بشتى أنواعه كالسكر والبنزين وغيرها من أجل أداء أفضل لتحسيل الموارد المالية هذا وفي نحية الاجتماع المالي أكدت أمينة الدولة بوزارة المالية باناتا تاليسو عن أهمية الاجتماع وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت فقد أكدت أيضا الوزيرة بأنها ستوقظ بعين الاتبال من الآن لا شك أن الاجتماع الدوري لمتابعة الوضع المالي في البلاد سيسهم في تبعض الوجهات النظر من أدل التوصل إلى نتائج أفضل لزيادة الدخل المالي